عسكرة المجتمع في العراق خطوة لزج الشباب العراقي في مؤسسات عسكرية لا تملك الاستقلالية وتفتقر للحس الوطني وتعد مجرد هيكل أمام التركيبة الطائفية التي أسس عليها هذا الجيش منذ عام 2003 الشباب العراقي العاطل عن العمل الباحث عن لقمة عيشه وسط الأزمة الاقتصادية يواجه فكرة إخضاعه في التجنيد الإلزامي العسكري حيث لا تزال المباحثات تحت قبة البرلمان جارية لتشريع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية فيما تقف عوامل عديدة أمام إقرار هذا القانون وخلال الفترة الماضية أخفق البرلمان في قراءة القانون قراءة أولى الذي تدعمه بعض القوى وتريد من خلاله تحقيق توازن بالمؤسسة العسكرية وهو الأمر الذي أثارت جدلا بشأنه لكن على الطرف المقابل صعدت قوى الإطار التنسيقي من حملتها ضد القانون معتبرة أنه سيكلف الدولة أموالا طائلة وأن الظرف الحالي لا يسمح بثمريره بيد أن السبب الحقيقي لمعارضة الإطار التنسيقي ترجع إلى خوفه من تعاظم المؤسسة العسكرية الرسمية على حساب الميليشيات بحسب المراقبين ويرى المراقبون أن قانون التجنيد الإلزامي هو ضرورة لسيادة العراق لكن ليس في ظل هذا المشهد السياسي القائم إذ إن هيكلة الجيش على أساس طائفي تحول المجندين إلى مجرد أدوات بيد السلطة لقمع أهالهم كما أنه يهدد الحراك الشعبي ضد الفساد عندما يصبح الشباب العراقي مجندين في صفوف المؤسسة العسكرية واعتبر المراقبون أن الخدمة الإلزامية تكبل الطاقات الشبابية والروح الوطنية لأنها تأتي من أسلوب قصري إذ إن الأولى في هذه المرحلة حل المشاكل الاقتصادية وتأمين فرص عامل للشباب وضمان وجود معيل لأسارهم في حال تم تجنيدهم والأهم من ذلك إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية بعيدة عن الأجندات الخارجية ترجمة نانسي قنقر